بسم الله الرحمن الرحيم نرحب الجميع من يستمعون إلى هذا الفيديو على قناة اليوتيوب هودا 4000 كلاب عنوان الفيديو دائما يكون يوم عرفة من 1970 إلى 2021 كتاب المالية والناس محاضرة رقم محاضرة السابقة في الحلقة السابقة كانت محاضرة رقم 2 وهذه محاضرة رقم 4 سبق وأن بينا في محاضرة رقم 2 أسماء الكتاب رواية 6 شامية والمالية والناس وأيضا كتاب المطلق أو منهج الكتاب المطلق اللي هو القرآن الكريم وما يخصه كمرجأ كمنهج أي الصورة الأولى الفاتحة ثم الصورة الخاتمة يعني أنت الكتاب تقرأ بين المقدمة أو الفاتحة والخاتمة وهنا يتلخص القرآن الكريم بين الفاتحة والخاتمة وقلنا كذلك أن رواية 6 شامية فيها من الغموض بالنسبة لبطل الرواية وهي رواية مثل Science Fiction الخيال العلمي لكن هنا Culture Fiction يعني خيال الثقافة أو الخيال الثقافي طبعا كانت المحاضرة اتنين أكثر من 40 دقيقة ونحاول المحاضرات يعني ما تتجاوز ساعة الله ربك إنها محاضرة يحضرها في قاعة الناس يستمعون إليه لأن المحاضرات هي للتعليم التعليم بين الفترة 1970 إلى 2020 بدأ في منعطف وقلنا هناك باللغة الإنجليزية برنامج يعني نستطيع نقول رائدة التعليم الحديث هي أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية وقسمنا الناس أو الأمور إلى الشرق الأقصى جغرافي الشرق الأقصى وفيه دولتين عظمة روسيا والصين طبعا حتى أو في ضمن ميثاق الأمم المتحدة وكأنه هي خمسة دول الآن أصبحت ستة دول دخلت الصين بدل من ألمانيا يعني كأنها كانت ثلاثة دول للشرق يعني كانت تعتبر ألمانيا وروسيا دولتين عظمة ضد ثلاثة دول اللي هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا يعني كانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا حلف أو فرنسا وبريطانيا حلف مع الغرب الأقصى أمريكا طبعا لا ننسى أمريكا يعني أمريكا في الحرب العالمية يعني لو نظرنا الآن البرنامج الأمريكي أو التحول نقطة التحول في التعليم حدثت في 1970 إلى 2020 هذه 50 عام دخلت في ريادة التعليم أو دخل الغرب الأقصى الغرب الأقصى أمريكا الشمالية بدأت بالمناهج التعليمية وبدأت أيضا بالأمم المتحدة وبدأت تحت الأمم المتحدة منظمة اليونسكو والبرنامج في 1970 إلا هو كان اسمه نائب وبطل الرواية أيضا اسمه نائب فإذن نعود معكم للمنهج اللي هو الخاتمة آخر صورة في القرآن الكريم فيما قبل القرون السابقة يعني قبل القرن العشرين القرن السابع عشر والثامن عشر والقرون السابقة كان التعليم الدول الرائدة في مصور اللي هي الشرق الأوسط يعني كان الأوروبيين الغربيين يتعلموا في مصور إذن قبل القرن العشرين التعليم في مصور وقلنا القرن خلينا نقول يبدأ بسنة عشرين واحد وعشرين يعني الرياضة في التعامن عشر أو التعسع عشر من ألف وتممية واحد وعشرين من ألف وتممية ألف وتممية أو ألف وتسعمية وعشرين كانت القمة في مناهج التعليم الأزهر في مصور طبعا الأزهر منهجه كان اللي هو القرآن الكريم والعلوم كلها اللي ذكرنا إن العلوم هي تتلخص في كلمة سمارت ساينس مات آرت وريدينج وتكنولوجيا في القرن العشرين طبعا للأسف الشديد بريطانيا حكمت مصور فعند حكمة المصور طبعا بريطانيا أصبحت تنشر التعليم وهتمت في التعليم وكذلك أمريكا اللي هي أمريكا لغتها نفس اللغة الإنجليزية يعني في الغرب الأوسط هو الغرب الأدنى اللي قلنا أوروبا إذن العالم يتقسم إلى شرق أقصى وشرق أوسط الشرق الأوسط هو الدول العربية يعني ما يسمى الشرق الأوسط الدول العربية لغتهم العربية بغض النظر على الديانة يعني سواء نسيحية أو كذلك نعود إلى صورة الناس قلنا أن آيات صورة الناس ستة آيات وآيات الفاتحة سبعة أو تماني آيات وقلنا وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم مع كل آية أو مع كل صورة تعطي اثنين مع كل آية بسم الله الرحمن الرحيم تقول أعوذ برب الناس فأصبحت فأصبحت آيتين لو اعتبرنا أن الآية من الفاتحة يعني لو دمجنا حتى لا نأتي بآية مفردة يعني آية رقم اثنين أو فلا شيء آية فقرة رقم اثنين لأن في المنهج ما نريد أن نسميها آية في المنهج ما نريد أن نسميها آية لأنها للعالمين يعني عندنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذه آيتين من الفاتحة فالعالمين ليس فيها دين مالك يوم الدين وفي قراءة مالك يوم الدين طبعا نحن لا نريد التفسير نريد الخاتمة ليسورة الناس الفاتحة هي مقدمة بداية الكتاب نتكلم قليل عن الفاتحة بالنسبة اختلافها عن الصور كلها أول شيء الفاتحة تشبه صورة واحدة فإنه اسمها لم يذكر فيها إذن الفاتحة هي أول صورة وفي صورة اللي هي مية وطنعش ترتيبها لأن صورة الناس مية وطنعش ففي مية وطنعش آخر ثلاثة صور مية وطنعش مية وطنعش مية وطنعش مية وطنعش فآخر ثلاثة صور هي الصمد الفلق يعني كأنه الفاتحة وإسم الصورة لم يرد في الفاتحة فعندنا صورة مية وطنعش هي الإخلاص أيضا الإخلاص لم يذكر كإسم طبعا نحن نعتمد القرآن على العثماني اللي هو من مطبعة الملك فهد بالمدينة المنوع فهذه النسخة المعتمدة في المناجي ونحن يعني في الرواية وفي الكتاب لا نذكر التفسير نحن نذكر صورة الفاتحة وصورة الناس وما يقابل الفاتحة في صفاتها أنه اسمها لم يكرر باقي الصور يعني إذن عندنا صورتين اسمها لم يذكر في الصور اسم الصور إنه عنوان الصور الفاتحة لم يذكر في الصور الإخلاص لم يذكر في الصور حتى في بعض المصاحب تسميها الصمد أو كذا بس ما يسموها الأحد ما يسموها لم يسموها كفونا أحد ما يعني ما في ولا من الآيات ممكن يؤخذ منها اسم للصور إما الإخلاص أو الصمد هي بس الثابت هي الإخلاص كما صنفت في المصحف العثماني لأنه كل التصريف موجود عند المسلمين فنحن مع تمدين نسخة أو طبعة مطبعة الملك فهد اللي هي بالمدينة المنورة إلا تقريبا معظم الحجاج يأخذ نسخة منها يعني موجودة في كل بلد فإذا يعني بالإنجليزي لما نريد أن تكون هذه الرواية بالإنجليزي تكون مواضعة معخوذة يعني نفس الكلام هذا نكتب بالإنجليزي لمعخوذة من منهج واحد اللي هي الخاتمة صورة الناس إيش همية صورة الناس صورة الناس إنه ذكرت الناس في الصورة أو الصورة اسمها الناس وذكرت في الصورة زي باقي الصورة إلا أن تكررت الناس خمسة مرات في فقرات الصورة ما في ولا صورة تكررت أو تكررت اسمها خمسة مرات هنا يعني مفارقات نسميها لكن هي كتاب الله أو كتاب العلم والثقافة كما أخبرنا أن الثقافة كانت عربية إلى القرن التاسع عشر انتهى القرن التاسع عشر بألف تسعمية وواحد وعشرين بدأت تكون الثقافة العالمية للناس كلها بالإنجليز يعني تتحرك بدأت ولادة زي مثلا ولادة منحنة لأي منتج يعني كأنه منتج فدائما منحنة منتج يبدأ من صفر يطلع 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 يعني وصل إلى القيمة بعدين يأما يجلس مستقيم يحافظ على مكانة العالية يأما انهار طبعا ما ذكر ألف تسعمية وسبعين أو الخطة أو التقييم نائب اللي هي قلنا تقييم التعليم للأمة وهنا في ملاحظة يعني ليش نيشن نيش ما قيل للبرنامج اسمه بدل نيشن كنتري بالأمريكا بلد دولة يعني لما سمي البرنامج كائب بدل نائب في علاقة بين بطل الرواية اللي هو نائب انتدب في نفس العام لدراسة الماجستير في أمريكا وهو كان في التعليم يعني كان يعمل في التعليم في السعودي في الرياض فأتت مجموعة من أمريكا عشان يختاروا شخص واحد فتم اختيار بطل الرواية ل الدراسة ثلاث سنوات يعني من 1970 حصل على شهادة الماجستير إلى 1973 عاد لما عاد بطل الرواية فهو درس البرنامج هذا ثلاث سنوات البرنامج هذا زي الحركة يعني تقييم التعليم بمعنى انه كأنه بدأ انعطاف في المنحانة أو حتى لا ينهار المنحانة يطلع اللي حصل انه طلع يعني ممكن 120 إلى 970 بدأ وصل للقمة فخوفا انه 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 منحانة المنتج لازم يدعم بمنتج اخر او بتجديد فالتجديد كأننا نقول ايش المستجد طبعا نذكركم الان في 1921 او عشرين بدأ موضوع شي مستجد كلنا نذكر اللي هي كوفيد 19 او الوباء المستجد او الفيروس المستجد هنا في مقارنة يعني ثقافة الفيروسات بدأ الوعي الشديد لثقافة الفيروسات في 1920 وانتج التطعيم وكذا وكذا فكل خمسين عام في تقييم طبعا لا يمكن تكون في ثقافة بدون تعليم والثقافة والثقافة للا مثلا حط الخطة هي يعني نسميها غزو فكري طبعا في الخمسين سنة الاولى من القرن العشرين كان كان حتى دول دخلت في الإسلام زي مثلا عندنوسيا بدون حرب وكذلك الهند دخل بدون حرب وكذلك في أوروبا وفي أمريكا يعني حتى من يعني بينتشر يعني في خوف يعني حتى الآن أو ظهر الثقافة أول شيء ثقافة الحروب كانت في الخمسين سنة الأولى يعني كان العلم متوجه للأسلحة والحروب والصناعات التي هي صناعات الحرب وصناعة الاستعمار و طبعا الاستعمار يختلف عن الاحتلال للأسف أنه بالعرب نحن نعتبر الاحتلال ما هو موجود والاستعمار موجود صحيح لأنه تقريبا في القرن إلا يعني غيرت ثقافة الاحتلال تغيرت في القرن العشرين يعني مثلا أمريكا نشأت في القرن يمكن الثامن عشر يش يعتبر استعمار أو احتلال احتلال من قبل من البريطانيين وامريكا الجنوبية من قبل الأسبان وكذا وكاندا من قبل فرنسا والانجليز نحن صارت حرب أهلية في امريكا فكل اللي راحوا من أوروبا أو الغرب بلاش أوروبا الغرب الغرب الأدنى زي ما نقول نحن الشرق الأقصى أو نقول الغرب الأوسط عشان نيش الشرق الأوسط والشرق الأدنى فعندنا الغرب الأوسط والغرب الأدنى بالنسبة للكرة الأرضية الأدنى يعني البعيد فالبعيد هي القر الأمريكية لذلك في عندنا استراليا هي في الشرق الأقصى لكن لغتها انجليزية مثلا فما تعتبر من الغرب لأنه موقعها الجغرافي طبعا في المحاضرات في تداخل بين الرواية وبطل الرواية وبين الكلام عن الناس نعود في الكلام عن الناس اللي هي يعني كم سطر ممكن ثلاثة أسطر أو سطرين يعني يعني عدد الكلمات في الآية الأولى أربعة الآية الثانية اثنين اثنين هذه هذه ثمانية بعدين تقريبا أربعة بعدين أربعة هذه ثمانية سبتعش بعدين ممكن أربعة عشرين إذا اعتبرنا الحروف كلمات زي من و وفي والذي اعتبرنا فعشرين كلم يعني كل سطر عشر كلمات المنهج هذا منهج الناس وممكن أنه يتكرر معنا قلنا هنعمل منه سبعة أجزاء لكن كل قسم كل قسم له رقم اثنين أربعة يعني إلى أربعة عشر ما عندنا فرد لماذا لأنه الأرقام نفسها كتقنية ما فيها فرد حديث في نغة التقنية لديه الكمبيوتر فإذا المنهج منهج جديد يعني نحن لا نريد أن نخوط في سمارت ساينس وماث وارت وريدين وتيكنولوجي في هذه المحاضرة إنها خمسة مناهج أو ثلاثة مناهج أو مسارات يعني عندنا العلوم العلوم مع الرضيات هذه مسار ما في علوم بدون أو ماذ أو حساب طبعا ممنوع استخدام كلمة رياضيات ذكرنا في المحاضرة السابقة إن هذه من الأخطاء خروج عن الطريق طبعا أي تجديد أو مستجد أنت تبني على الماضي ما تجيب شيء من يعني حتى في القرن العشرين هم بنوا على الماضي على الحضارة الإسلامية وعن ما أخذهم من مصر الفنون والعلوم إذن علوم حساب فنون بعدين قراءة بعدين تكنولوجي طبعا التكنولوجي هي جديد يعني كانت المناهج أربع لكنها ما هي جديدة يعني مثلا إيش تقنية الفن إلا هي النوتا يعني ما هي نفس يعني ما نكتب تتاو مدريع في لها كتاب معين هذه تقنية التقنية ليس بالضروري لأن لغة الكمبيوتر هي zero machine language اللي هي لغة الخريطة الشرائع يعني برنامج في الشريحة ممكن يكون 3000 على أمر سواء يقرأ سواء يعني يذهب إلى الشاشة سواء input ولا output يعني في شريحة تستقبل وفي شريحة ترسي تعطيك النتيجة فإنت لما تضغط في الكمبيوتر على الأزرار أو في الكيبورد وإلا في الجوال هنا أنت بتعمل إدخال لما يطلع لك النتيجة نتيجة ضغطاتك طبعا فورية سريعة فبيض هذا يعتبر خروج أو مخرج output فهذه هي التقنية مثلا التليجرام زمان التليكس تقطع تيك 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 تطبع لك كلمات قبل الفاكس وقبل الإنترنت وقبل أي شيء التلفون والإداء على الراديو تقول صوت بيأخذ الصوت يحول زبدبات بعدين تسمع فهذه تقنية وكمان النوتة الملحن يعني اللي يدرس الملحنة الدارس أصبحت فيه لغة النوتة دي كتابات لكن هي تقنية تقنية الفن فعندنا وهذه كانت موجودة في مصر وكل فن وكل عصر فيه تقنية يعني ممكن حتى الخطات يعني تقبط كده نفس العزف على العود وهذا هذي في تقنية حتى حانا مي مكتوبة بس الإنسان يتعلمها مهارة طبعا أنت بتلاحظ أن المحاضرات هذه ما هي ما بتنقر الرواية الرواية مي موجودة متى يصدر الكتب كتب الرواية كمنهج أو كرواية وقت ما يعني هنا بالمجان المحاضرات هذه يعني ممكن الكتاب يكون أسئلة كيف الناس مثلا كذا كذا يعني مثلا صورة الناس اللي قلنا عشرين كلم نريد يعني نضع منا كتاب للرواية ممكن يكون الكتاب 200 صفح أو 400 صفح أو ألف صفح هنا تيجي في آيات في القرآن الكريم لو كان البحر عوذ بالله مشتطة لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنافذ البحر يعني حبر وانت بتغمس ويه تكتب يغلق البحر لكلمات ربي هذه العشرين كلم يعني ممكن لو كنت أنا أكتب بالريشة وأحط في البحر بحر هنا البحر ممكن يكون النهر يعني النهر يطلق عليه بحر لنفد البحر يعني يعني تقدر تكتب من كلمات الخاتم الخاتم الناس آلاف الصفحات ليش يعني ندي مثال في هذا التسجيل قل كلمة تنبع أنه هذا أمر والكلام كلام الله سبحانه وتعالى فأمر للرسول بينما كثير من يعني لو نظرنا بسطحية لأنه بعدها قل أعوذ فلو نظرنا بسطحية المعنى ما يستقيم كيف قل أعوذ لكن لو نظرنا بعمق نبع لأنه الناس أعوذ برب الناس كأنه نبع الناس أن يتعود برب الناس أو أن تتعود أو نبع نفسك أن تتعود برب الناس هنا يستقيم المعنى لكن هناك بلاغ وذكاء متى يكون النص ذكي لما أنت تبعد تبسط للناس يعني كأنه مثلا مثلا زي ما يقال عن الحكمة ومن أوت الحكمة فقد أوت خيرك أحيانا يعني سطرين مثلا أو مثلا زي شكسبير الشعر يعني القصيدة شعرية يمكن تكون مئة بيت بس بس تكتب عنا كتب زي مثلا الفية ابن مالك وجلدات فيها وحاول استياغة الهدف حتى إيش تسهل الحفظ فهنا عشان تسهل الحفظ قول أعوذ برب طبعا أنا كراوي قبل أن أبدأ يعني في هذه المحاضرات أو في المشروع يعني أنا اعتبر هذا مشروع يعني مكت يمكن ستة شهور حتى عرفت أن هذه الصورة هي الخاتمة طبعا أنا أتكلم بصفتي عربي وبصفتي أعرف الصورة دي من أنا من أكثر من خمسين سنة وأعرف أن التلاتة صورة هذه يعني ما يقدر يفهمها إلا العربي أو يسبح في معانيها فهي طبعا هنا لبننوح عن الصور اللي فيها قل حتى نشوف بس أربعة صور في القرآن اللي هي الثلاثة الصورة الأخيرة زائد صورة يعني هنا قلنا قل هو مية وطنعش ومية وطلعش ومية وارباطعش مية واحد عش ما فيها قل مية وعش ما فيها قل مية وتسعة فيها قل اللي هي صورة الكافرون بعد كده ما في ولا صور طبعا هذه الصورة الصغار مثلا العشرة الصغار الصغار الهمزة مذكور وإلى لكل همزة الهمزة الفيل أنا أمتلا كيف فعل ربك أصحاب الفيل إلا هي عشرة صور يعني قلنا اطرح عشرة من مية ورباطعش فعندنا هنا صورة الفيل وعندنا الصور نرجع من مية ورباطعش طبعا أنا أرجع للفهرس فهرس القرآن الكريم يعني كأنك أنت تشوف على الشاشة وإنت ترجع له كمان تسمع أنت لهذا أرجع عشان الرقام يعني نحن نفضل أنه نستدل بصورة أو آيات نعطي الرقم بس إلا نعطي النص لأنه ضرورة الربط يعني غسلنا من قلنا الآية مش لازم إلا لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر مش لازم نقول هي في أي صورة أو في أي آيات استدلينا لأن القرآن يفسر القرآن عشان لا يكتر الجدال فعندنا صورة الناس 114 صورة الفلق 113 صورة الإخلاص 112 هذه ثقافة يكاد يكون مليار مسلم أو بكل لو كان في 100 مليون مواليد أو بدأوا سن التعليم يحفظوها يعني عمرهم ثلاثة سنين لو في العالم من عمره ثلاثة سنين أو أربعة سنوات أو خمسة سنوات يكون حافظ الأربعة صورة الفاتحة زائد الثلاثة الصورة الثلاثة الصورة الناس اللي هي منهج وعندنا الفلق والإخلاص وقلنا نكرر يعني جالس في القاعة ومحاضرة في يجب أني مثلا أشغل الشاشة وأشوف وحتى لا نكون نعطي معلومة خطأ يعني أفرض واحد بيستمع هو محافظة الصور فيرجع للرقب فإن قلنا تمتاز صورة الناس أنه فيها قل هي 114 113 والإخلاص 112 واللي فيها قل 109 يعني اللي فيها قل الصور الوحيدة في القرآن أربع صور 109 و112 و113 و114 صورتنا طبعا إلا هي منهج الكتاب سواء رواية ستة شامية سواء المالية والناس سواء فينانس عن الناس سواء ABC نوفل رواية ABC طيب فإذن عندنا 109 لما نقول الصور العشرة تبدأ من 105 كمان هنا مش أقل من 10 مليون كل سنة بيحفظوا الصور العشرة هنا يعتبر ثقافة يحفظوها وحتى في معلمين يقولون لهم معانية يعني يحفظوا قصتها وكذا الفيل وكذا لأن كل صور هي قصة كل صورة من القرآن الكريم 114 هي قصة خاصة لما انتجي عند اسم الصورة مثلا قريش 106 بإيلاف قريش إيلافهم يعني في حرك الفيل قصة الماعون قصة الكوثر قصة لأن أي شي فيه زمان ومكان وشخصيات يعتبر قصة ورواية الإخلاص والفاتحة ليست قصة نتفك الفاتحة ليست قصة يعني فيه صورتين ما هي قصة الإخلاص والفاتحة نرجع للناس هنا ذكرة الناس في الثلاثة الآيات الأولى رب الناس وذكرة الناس يعني أعوذ يعني ألجأ وفي الآية أكيد أن رب الناس وهو ملك الناس هو إله الناس لأنه قرآن الكريم لكن ممكن يكون رب الناس غير الله لأنه إذا قلنا إله الناس إله الناس من هو القرآن الله قل هو الله أحد إذن فسروا قل هو الله إذن الله اسم مطلق إنه إله الناس فهنا حتى في التوحيد قالوا توحيد ربوبية وتوحيد كذا ولوهية وتوحيد لكن هنا بالنسبة للناس كله أنه يصير مسلمين ما ولو حرصت يعني يعني ما ما يصير كل الناس مسلمين يؤمن بأن الله إله فهنا فيه تدرج فرب الناس في القرآن الكريم في قصة يوسف للسجين لما فسر له الحلم قال له أذكرني عند ربك مو عند الله ربك هنا يجي علاقة المال لأنه ذاك إلا قال له يوسف عليه السلام قال له اذكرني عند ربك إلا نجا فسر للحلم عرف أنه يعني أداله علم الله سبحانه وأنه هيخرج ويروح يخدم عند من عند الملك طبعا هنا أذكرني عند ربك ممكن يكون الملك مباشرة أو عند من هم أرباب تحت الملك يعني مثلا لو في أمة وفيها ملك يصير فيها ملكين لا ملك واحد فعذلك هنا ملك الناس فإذا ذكر الناس هنا يعني يصير نحن نقول أي أم ملك مثلا ملك المملكة العربية السعودية ملك الوردن ملك المغرب ملك المملكة المتحدة بريطاني ملك فيجوز وحتى في القرآن سليمان ملك وهو نبي بس ملك أتاه الله الملك وقالت بلقيس إن الملوك إذا دخل يعني فيه ملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها واجعلوا عزة أهل يعني بقوتهم أفسدوها من القوة مو من الفساد يعني عندهم قوة واجعلوا عزة أهل يا أذل لذلك نحن ما بنفسر لكن بنقول القرآن أو صورة الناس في شواهد إن الآية الأولى في ممكن يكون رب غير الله نحن الآن في الاستمارات وحفيظة النفوس أو مثلا كرت العائلة أو كذا نقول رب الأسر أو الناس تقول رب الأسر المسلمين رب هل هذا حرام هل هذا الله هل هذا منافر القرآن لا لأنه هنا حصرت الناس في الأسرة أسرة الناس رب الناس إذن الناس ممكن على مستوى أسرة ممكن على مستوى قبيلة ممكن على مستوى قرية ممكن على مستوى دولة ممكن على مستوى أمة كمان الرب هذا العلاقة بالأرزاق يعني إلا نحتاجه عشان نتربى الأرزاق فمن مسك شيء يحتاجه كل الناس وأكيد في كل دولة الملك يكون عنده إلا هو مخازن مالية ممكن للمزارعين وزير الزراعة أو كذا هو إيش اشتري المزروعات أو المنتجات الزراعية ويرجع عندهم مخازن مخازن للزراعة وفي مخازن للماء وفي مخازن فالرب إلا ماسك مخازن كل الناس تحتاجه فإذا ممكن يكون في رب التعليم العلم وهنا بيت القصيد يعني قبل عام ما كان العلم له رب كان له معلم الآن العلم له رب يقولنا الوزير رب يعني وزارة التعليم هذا معناته رب التعليم في يده هو اللي يعني كل التعليم مربوط وزارة التعليم يعني عنده أي على فكرة الملك لازم يعتميزانية لكل رب للمخازن فهنا تيجي المالية المالية والناس فإذا المالية والناس طيب إيش المشكلة في التعليم الحديد إنه جعلوا أو فكروا الغرب الأقصى اللي هي أمريكا فكرت تربط العالم كله عن طريق الصندوق الدولي في التعليم يعني تدي معونات للتعليم لأنه صارت تعليم نفقة يعني طلع في ميثاق الأول المتحدة وأنه المفروض من حق كل واحد يتعلم لـ 18 عام عشان يصير هم رب الناس في خزائن العلم هل هذه مؤامرة هل هذا غزو هل هذا سمه ما شئت فهم كانوا يدعموا ناس وما يدعموا ناس مثلا من الناس اللي ما كانوا يدعم هم الصين عشان كده قالوا المارد طبعا من اللي يدعم الخمسة الدول العظمى روسيا يعني حتى خلت يعني أمم المتحدة وميثاق ويونسك وكذا ففي اتفاقيات وكذا إنك تدعم حتى الصين تدعم إلى الآن مثلا منظمة الصحة العالمية دعم الصحة فالكل شارك فدعم التعليم الكل شارك من الكل الدول العظمى إلا ما عليها دون اللي هي الدين إذن رب الناس هو اللي يملك مخازن اللي كل الناس يحتاجوه سواء من أرزاق أو التعليم أو الصحة أو عتاد الحرب مثلا اللي هي الصناعة الحربية بس هنا ما في ولا واحدة من الدول لا تدين في الحرب صح طبعا الكتاب والرواية ما لا دخل إلا بالتعليم إيش علاقة الحرب بالتعليم إنه أنا أنشئ كليات حربية و و و وصناعات حربية وتعليم الصناعة الحربية والابتكارات اللي هي في الحرب سواء كانت الآلات والمصانع الدفاعية أم هجومي ففي علاقة بين المخازن يعني مخازن الصناعات الأسلحة والذخيرة وكذا في لها رب يعني كل مخازن لها رب حتى المتمردين عندهم نفس التقليم المتمردين من القاعدة والأشياء اللي صدر عندهم أموال وعندهم مخازن للأسلحة و و و و و مثل رئيس القاعدة هو رب الناس كله واللي عنده الأموال و المخازن أهم شي طبعا نتذكر قصة في القرآن الكريم يوسف عليه السلام نشوف القصة طبعا رقمها كم عشان زي ما وعدناكم نحن نذكر الأرقام كم رقم قصة 12 يعني شابتر 12 أو صورة 12 اللي هي صورة اسمها يوسف ومذكور فيها يوسف أيها الصديق وهو يعني مذكور يوسف كذا مرة طبعا نشوف نحن كم مرة ذكر يوسف عشان صورة الناس خمسة مرات تكرر هنا يوسف في هذه الصفحة خلينا نذكر أو نبحث يوسف كم مرة ذكرت نكتب يوسف طبعا أنا بابحث في صورة يوسف واحدة مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداش اطناش طلتاش ارباطاش خمسة ستاش سباطاش طمانتاش تسعة عشرين اذا الصورة الوحيدة التي تكررت فيها اسم الصورة بعدد كبير جدا صورة يوسف اذا هي رواية جاهزة متكاملة يوسف 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 فيه احد يتكلم الملك قال يوسف هذا قال يوسف هذا قال يوسف منادة منادة البطل منادة يعني الرواية فيه نداء للبطل فيه فيه ناس يتكلم ويقول يوسف سواء كلام الراوي على لسان الراوي طبعا استطيعني قرأ لكن غير كده لو تكررت دائما اسم الصورة معناته فيه فيه شيء يعني أنا اسحب كلام يحكي هيك انه الصورة الوحيدة التي تكررت ستة مرات ك صورة ما هي قصة ايوه هل تعتبر الناس قصة لا هي منهج او نبئ الناس بهذا الشيء لكن انا امترى كيف فعل ربك باسحاب الفيه قصة قريش قصة وهكذا قل يا أيها الكافرون ليست قصة قال اخلاص ليست قصة قل عذو رب الفلق ليست قصة فنقصد انه الصورة المنهجية اللي بتدينا علم ومعلومات وخاصة الصورة الخاتمة طبعا القصة يوسف عليه السلام او الصورة 12 فيها حكم وعبر يعني كأنها مسرحية اكتفي بهذا القدر ونلقاكم في محاضرة اخرى وحلقة اخرى وشكرا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر